غدا محطتان لبنانيتان فيهما بعض الترابط الأولى ذكرى انفجار مرفأ بيروت والثانية مؤتمر دولي لدعم لبنان هو الثالث منذ وقوع هذه الكارثة قبل عام اللبنانيون وبينهم أهالي الضحايا والمكلومون والمتضررون يطلون على الذكرى السنوية الأولى لبركان المرفأ بكثير من الوجع فالقضية عادلة وهي قضية حق وقضية حقيقة لا حصانات فيها لكبير أو صغير ولا مقبولة محاولات التسييس عشية الذكرى ارتفع منسوب التهويل السياسي والإعلامي في استثمار فاقع يفقد الذكرى أبعادها الوطنية والوجدانية من هنا الدعوة إلى اللبنانيين عموما وأهالي الضحايا خصوصا أن نرفض تسلل المسيسين وانبذ مزايداتهم وإلا ضاع الحق والحقيقة في دهاريز مشاريعهم وأنانياتهم مصداقا لهذه المحاذير قال الرئيس نبيه بري أن العدالة ليست عريضة أو عراضة بل استحقاق يومي يتكرس باستقلالية القضاء وسمو بقضية الشهداء ودمائهم فوق أي اعتبار سياسي أو انتخابي أو طائفي بغيض مجددا تكرار موقفه حتى انقطاع النفس لا حصانة ولا حماية ولا غطاء إلا للشهداء وللقانون والدستور وفي شأن متصل اعتبر الرئيس سعد الحريري أن البركان الذي عصف ببيروت وأهلها ليس منص للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين بل هو يوم لتحرير العدالة من المبارزات السياسية والمحاكمات الأعلامية وشدد الحريري على تعليق بعض المواد الدستورية لرفع الحصانات كل الحصانات من أعلى الهرم إلى أدناه أما حزب الله فدع لوضع حد نهائي وقاطع أمام التلاعب الداخلي والاستغلال الخارجي بالقضية وتوجيه الاتهامات وتشويه الحقائق على حساب الحقيقة والعدالة وألام اللبنانيين ومصيرهم وفي يوم ذكر انفجار المرفأ يلتأم مؤتمر دعم لبنان بدفع من فرنسا التي تتطلع لجمع 350 مليون دولار من أجل الاستجابة لحاجات الشعب اللبناني المؤتمر الذي تشارك فيه 40 دولة ومنظمة لن يقتصر على هذا الأمر إذ سيؤكد ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية وسيواصل الضغط على من يتسبب بالتعطيل السياسي في لبنان اشتركوا في القناة